موسيقى أعزائي الصغار سلام الله عليكم أقدم لكم اليوم حسة في درس الرياضيات المستوى السادس عنوان الدرس الكتلة الحجمية هذا الدرس ينتمي إلى سلسلة من الدروس الدروس التناسبية عندما نقول التناسبية هذا يعني أن هناك معامل تناسب وعندما أقول الكتلة الحجمية هذا يعني أن هناك كتلة وهناك حجم الكتلة وحدتها القياسية الأساسية هي القرام هناك أجزاء للقرام أو وحدات أصغر منها القرام هي ديسي جرام، سنتي جرام، والميلي جرام وهو وحدات أخرى أكبر من الجرام هي ديكا جرام، هيكتو جرام، كيلو جرام، ثم القنطار والطن إذن العلاقة بين هذه الأعداد هي واحد طن يساوي ألف كيلو جرام، ثم واحد جرام يساوي ألف جرام، واحد جرام يساوي ألف ميلي جرام ثم بالنسبة للحجم، الوحدة الأساسية للقياس هي المتر مكعب واحد متر مكعب يساوي ألف ديسي متر مكعب، ثم واحد ديسي متر مكعب يساوي ألف سنتيمتر مكعب، وواحد سنتيمتر مكعب يساوي ألف ميلي متر مكعب إذن عندما سننتهي من هذا الدرس، سنكون قد تمكننا من تعرف الكتلة الحجمية لمدة سائلة أو صلبة نستعمل الكتلة الحجمية في وضعية تناسبية وتمتيلها مبيانياً، ثم سنتمكن من إجراء حسابات على الكتلة الحجمية لذلك سننطلق من هذه الوضعية شب حريق في قريتك، فاتصلت برجال المطاف إلى إخماد الحريق كي يصلوا إلى قريتك، عليهم المرور عبر قنطرة لا تتعدى قدرة تحملها 16 طناً كتلة شاحنة رجال المطاف إلى 12 طناً إذا كان صهريجها فارغاً يسع الصهريج ثلاثة أمطار مكعبة من الماء السؤال، إذا كان الصهريج مملوءاً بالماء، هل بإمكاني شاحنة رجال المطاف عبور القنطرة؟ بالإجابة على هذا السؤال، لا بد أن نحدد المعطيات الأساسية ولذلك سوف نعيد قراءة المسألة شب حريق في قريتك، إذن هناك حريق اتصلت برجال المطاف بطبيعة الحال من أجل إنقاذ الموقف إذن كي يصلوا إلى القرية عليهم ضرورة أن يمروا عبر قنطرة هذه القنطرة لا تستطيعوا أن تتحمل تقلاً أو كتلة أكثر من 16 طناً كتلة شاحنة رجال المطاف هي 12 طناً في حالة ما إذا كان الصهريج فارغ لكن عليهم أن يملأوه بالماء وسعت هذا الصهريج إذا امتلأ على أكمله 3 أمطار مكعبة إذن إذا قمنا بملء هذا الصهريج، هل بإمكان هذه الشاحنة أن تأبر هذه القنطرة؟ بطريقة أخرى، هل كتلة الشاحنة مع الماء؟ قادرة على أن تمر من القنطرة؟ إذن كتلة الشاحنة، معطية الأساسية لأنها كتلة الشاحنة فارغة 12 طن، صهريج 3 أمطار مكعبة، قدرة تحمل القنطرة 16 طن إذن المشكل المطروح هو كيف أحصل على كتلة 3 أمطار مكعبة من الماء؟ هذا حجم، ونحن نبحث عن الكتلة إذن كي نجيب على هذا السؤال، سوف نفكر في التناسبية كما قلنا في البداية إذن إذا قمنا بقياس كتلة 1 ديسيمتر مكعب من الماء لأننا لا نستطيع أن نقيس كتلة 1 متر مكعب فقط 1 ديسيمتر مكعب من الماء فهل بإمكاننا حساب كتلة 3 أمطار مكعبة؟ إذن بعبارة أخرى، هل كتلة الماء متناسبة مع حجمه؟ لنراحظ الجدول التالي إذن سوف نقوم بهذه التجربة نأخذ عدة أحجام من الماء الحجم الأول 1 ديسيمتر مكعب الحجم الثاني 1.5 ديسيمتر مكعب 1.8 ديسيمتر مكعب ثم نقيس كتلة كل حجم من هذه الحجوم ونبحث هل هناك تناسب فيما بين هذه الأعداد إذن نقيس كتلة 1 ديسيمتر مكعب من الماء نحصل على 1 كيلوغرام إذن كتلة 1 ديسيمتر مكعب من الماء هي 1 كيلوغرام بنفس الطريقة 1.5 ثم 1.8 ثم 2 ثم 5 نلاحظ أن معامل التناسب هو أنني أضرب في 1 إذن معامل التناسب أضرب في 1 وفي الاتجاه الآخر أقسم على 1 إذا قمت بحساب الكتلة أقسمها على الحجم M مقصوم على V وحدتها الكيلوغرام على ديسيمتر مكعب أجد دائما 1.1.1 إذن كتلة الماء متناسبة مع حجمه ويسمى الكسر M على V يسميه الكتلة الحجمية أي الكتلة المناسبة لحجم مناسب إذن الآن سوف نقوم بحل المسألة 1 ديسيمتر مكعب هو 1 كيلوغرام أضرب في 1000 العددين ماء إذن أحصل على 1000 ديسيمتر مكعب هو 1000 كيلوغرام نلاحظ أن أضرب في 1000 في الاتجاه الآن أقوم بعملية تحويل 1000 ديسيمتر مكعب هي 1 متر مكعب و1000 كيلوغرام هو 1 طن أضرب في 3 في الاتجاه أيضا أحصل على كتلة 3 أمطار من المكعبات من الماء هي 3 طن إذن نجيب عن السؤال كتلة الماء في صهريج شاحنة في صهريج شاحنة الإطفاء هي 3 طن وبالتالي الكتلة الإجمالي هي 12 طن أي الشاحنة فارغة ليس بها ماء زائد 3 طن من الماء تساوي 15 طن 15 طن أقل من 16 طن لأن قدرة تحمل القنطرة هي فقط 16 طن ولكن الشاحنة مع الماء تستطيع أن تمر إذن نستنتج أن شاحنة الإطفاء تستطيع عبور القنطرة إذا كان صهريجها مملوءا بالماء أستنتج أن الكتلة الحجمية للماء هي كتلة وحدة حجمية من الماء أي أنني أخذ حجما من الماء ثم أحسب كتلته أقسم الكتلة على ذلك الحجم وأحصل على عدد هو الكتلة الحجمية إذن نحصل عليها بحساب الكسر M على V M هي الكتلة وV هي الحجم V تمثل حجم الماء وM تمثل كتلة هذا الحجم للماء بالنسبة للماء وجدنا أن M على V تساوي 1 ويمكننا أن نقوم بتحويلات إذن 1 كيلوغرام في ديسيمتر مكأب كما وجدناها إذا قمنا بالقسمة على ألف نحصل على 1 جرام في سنتيمتر المكأب الواحد وإذا ضربنا 1 كيلوغرام في ديسيمتر مكأب في ألف نحصل على 1 طن في المتر مكأب السؤال المطروح الآن هل جميع الأجسام لها نفس الكتلة الحجمية؟ لاحظوا معي كتلة 1 ديسيمتر مكأب من النحاس هي 8.960 كيلوغراماً بخلاف الماء وجدنا فقط 1 كيلوغراماً وكتلة 1 ديسيمتر مكأب من الحديد هو 7.874 كيلوغراماً إذا حتى بالنسبة للحديد والنحاس الكتلة مختلفة مختلفة هي السجسام صلبة مختلفة من فيما بينها وتختلف أيضاً عن كتلة الماء الذي يعتبر مادة سائلة إذا بالتأكد من ذلك قام يوسف بتقطيع قضيب من الألمنيوم إلى قطع مختلفة ثم قام بتقطيع هذا إلى قطع مختلفة بعضها صغير بعضها كبير ثم قام بحساب كتلة وحجم كل قطعة وكانت النتائج كالتالي إذا حصل على الجدول التالي قياس كتلة الألمنيوم إذا قياس كتلة الألمنيوم بالقرام ثم قياس الحجم إذا السطر الأول يناسب القرامات أو الكتلة والسطر الثاني يناسب الحجوم إذا إذا قمنا بقسمة الكتلة على الحجم M على V لاحظوا 26.9 مقسمة على شرط تسوي 2.69 يمكن أن ننجسها مباشرة إذا قمنا بقسمة باقي الأعداد سنحصل سنرى نريد أن نتأكد من تناسبية الأعداد موجودة بالجدول ونريد أن نعرف ماذا يمثل معامل التناسب إذا لاحظوا أن عندما قمنا بالقسمة 2.69 وجدناها في جميع الحالات ومعامل التناسب هو 2.69 و 2.69 جرام في سنتيمتر مكعب هو معامل التناسب المكعب الذي يمثل الكتلة الحجمية إذن كخلاصة كيف نحسب الكتلة الحجمية نقسم الكتلة على الحجم أقسم M على V كيف نحسب الحجم نقسم الكتلة على الكتلة الحجمية إذن وكيف نحسب الكتلة نضرب الحجم في الكتلة الحجمية في الحصة المقبلة إن شاء الله سوف نقوم بإنجاز عدة تمارين لنوضح ما قلناه في هذه الحصة ما عليكم إلا أن تأخذوا كتب الرياضيات وتقوموا بإنجاز تمارين موجودة بها حيث سوف نقوم بتصحيح البعض منها أو بإغنائها ومع السلامة